المسلمون والعالم من المأزق إلى المخرج شعار المؤتمر الدولي الذي عقده المنتدى العالمي للوسطية والذي تناول عددا من المحاول المتعلقة بالتعاصب المذهبي والطائفي والانحراف الفكري وشروط نهضة العالم الإسلامي وما يواجهه من أزمات أبرز ما جاء في هذا المؤتمر في هذا التقرير مؤتمرون في المنتدى العالمي للوسطية عزوا أسباب تلوث الفضاء العالمي إلى عوامل عدة جاء في مقدمتها نموذج داعشي تبنى عناصر ظلامية تتعارض مع قيم ومبادئ جاءت الرسالات السماوية لنشرها وترسيخها التعاصب الطائفي احتسبه المشاركون في المؤتمر قاطيعة بين مكونات الأمة ومشوها للتنوع كما ذكروا الاستبداد السياسي الذي أهدر مقدرات الأمة العربية وبدد تقاطيها في الصراع بين الحكام والشعوب وشددوا على الاحتلال الأجنبي الذي نهش في جسد الأمة وأضعف مناعتها وجعلها قابلة للاستعمار بل للاحتلال القائمون على المؤتمر عولوا عليه لمناقشة هذه المحاور وخرجوا في اليوم الأول بتصور ورؤى وآليات من شأنها مساعدة الأمة العربية والإسلامية على الخروج من المأزق الذي دخلت فيه اليوم الأول من المؤتمر بيّن دور المسلمين الأكبر في مواجهة الإنحراف الفكري والتعصب المذهبي والطائفي وطرق الوقاية منه من خلال إدراج الوعظ والإرشاد ضمن خطط التعليم الإبتدائي والأعدادي كما دعا المؤتمرون إلى استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في شحض همم الشباب الغيورين على أمتهم ودينهم والعمل من خلال هذه الوسائل على القضاء على الفكر الظلامي والداعشي الذي أصبح يتداوله جهالة كثيرون حمز الشوابك رؤيا